بسم اللحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تختثرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الخسنا وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم قثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس توا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكوا عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واظم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا القبرى اذهب إلى فرعون إنه طهى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بسيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قد فيه في التابوت فقد فيه في اليم يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتسنع على عيني إذ تمشي أختك فتكون هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مديا ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذ هبا إلى فرعون إنه طهى فكولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتي ياه فكولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بان الكرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا وارعوا عن آمكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسخرك يا موسى فلنأتنا بسخر مثله فاجعل بيننا وبينك موعد نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يخشر الناس دحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتاه قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسختكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساخران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا خبالهم وعسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا افلخوا الساخر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جزوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنتقى أنتقاذ إنما تقدي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السخر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البخر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غذبي ومن يخلل عليه غذبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضل إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا خملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأتيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بلح رأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بسرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبدتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه واندر إلى إلهك الذي ضلت علي عاتفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفه في الصور ونحشر المجرمين يومئذ نقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يكون أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وردي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيتون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من العيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يفدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب جدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعدكم لبعد عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونخشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بسيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من الكرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجن مسمى فاصبر على ما يكونون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في السهف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلي لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى كل كل متربسوا فتربسوا فستعلمون من أصحاب السراط السوي ومن اهتدى